اتظنون لماذا لن نرزق جيل الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات برجل كعمر ابن الخطاب لن يأتينا عمر ربما يأتي احفادنا اذا صلحت احوالهم لن يأتينا عمر الذي لما تولى مفاتيح بيت المقدس بعد صنة العشاء قام الاساقفة والقساوسة والرهبان بتقديم مفاتيح بيت المقدس اليه سبعة عشر كردينالا او قسا او رجل دين من رجالهم ينحنون امام عمر ليسلم امير المؤمنين مفاتيح بيت المقدس فماذا صنع تقدم عمر الى القبلة بعد صلاة العشاء سجد لله سجدة شكر ما قام منها الا عند اذان الفجر هذا رجل نظر الى الاخرة لما جاء الدور عليه وفي رهلته الى بيت المقدس في قصة يجب ان تسمعوها لابنائكم قال لسالم سالم هذا مول عبد يبعو عشترة اخذه معه من المدينة لم يأخذ راحلتين مش مئة سيارة لا راحلتين راحلة واحدة لم يأخذ راحلتين يعني ناقتين او جمالين في بلاد فيها البعران او الجمال والنوق بفضل الله كثيرة لكن عمر امين على بيت المال لم يكلب بيت المال شيئا فاخذ راحلة واحدة وتعجب سالم واين الثانية يا امير المؤمنين قال يا سالم لنتناوب الركوب فوق الراحلة كيف يتناوبون ليست هناك ساعة فعمر يقترح على تلميذه او على عبده وخادمه وغولامه سالم يقول له يا سالم انا اركب وانا خارج من المدينة لان نستعيب عليك وتقول امير المؤمنين اكبر سنا يعني اجب قدرا من ان يمشي والغولام راكب انا اركب اول مرحلة كان العرب يقسمون المسافات بين المدن والقرى والمحلات والبادية مراحل يستريح فيها عند ابار معينة يعرفونها تستريح النوق او الرواحل تعلف ثم تشرب ثم تطمئن ثم تخزن الماء ومن فوقها يستريحون ايضا ينصبون خيمتهم ثم يقيلون ثم يغادرون المكان هذه مراحل معروفة زي الاستراحات ما بين المدن التي نصنعها اليوم ورغم الاستراحات الحديثة التي نراها بين الدول وبعضها والمدن وبعضها ابناؤنا في السيارات المكيفة يتأففون من طول الرحلة ويتأففون لانه نسي البليستيشن في بيته لنتافه كابي سبحان الله اتفاه اقذها من ابيه وامه هل هذا يتيه عمر لماذا يتيه عمر بهذا سالم يقول له يا امير قال يا سالم لنتناوب كيف يتناوبون قال عمر انا اركب واسمعك جزءا من القرآن وتصحح لي ثم انزل وتركب انت فجعل عمر الراكب لانه مستريح يستطيع ان يكذب لانه مستريح وسالم يسمع ثم يركب سالم ويسمع عمر الجزء الذي يليه حتى اذا انتهت خطبة القرآن بدأوا بخطبة اخرى لم يمل عمر من سماعه كتاب الله او تسميعه بكلام الله عز وجل فلما بلغت المرحلة الاخيرة كانوا على مشارف بيت المقدس وكانت دوره على سالم سالم مهزب قال يا امير المؤمنين اني ارى على البعد رجالا يقفون لابد ان نوفد الاستقبال ابو عبيد بن الجراح والي على فلسطين في هذه الايام اللهم اعد الينا فلسطين مروة اخرى والبيت المقدس مروة اخرى يا رب العالمين لا تؤخذنا بما فعل السفاء منا قال له يا سالم ما انت اغنى مني بالثواب وما انا اغنى منك بالثواب انا لست يعني غنيا بالثواب والحسنات حتى يعني اضيح حسناتي في ان اخذ نوبتك في الركوب اقسم عمر على قادمه سالم ان يركب عمر يجر خطام الناقة بيمناه فرأى مخاضة من الطين عبارة عن بركة فيها ماء فيها طين فخلى عمر حذاء نعلى ووضعه تحت ابطه الايصر ويمسك ناقة مولاه وغلامه سالم باليد اليمنى ويخوض في بركة من الطين بعد هذه البركة اذا بابي عبيدة والوفد المستقبل والقساوسة والاساقفة ورهبان بيت المقدس ينتظرون ينتظرون امير المؤمنين عمر خرج عمر وقد وصل الطين الى اسفل ركبته قال له ابو عبيدة هامسا يا امير المؤمنين اهكذا بين هؤلاء دول هؤلاء بتوع منظرة بتوع مراسم عجيبة ايش واحد يمشي بالسيف عشرين متر ويجي يقبله السيف في اليد اشياء عجيبة استقبالات غريبة واحد وعشرين طرقة وتسعة وعشرين طرقة لما طلقنا الكرام والمروءة المهم عمر يسمع لابي عبيدة ويتعجع وعبيدة امين وحي السماء كيف ينظر هذه النظرة يا امير المؤمنين انت بين اقوام يجلون المنظرة قال اسكت ابا عبيدة والله لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العز في غير الاسلام اذلنا الله هم يجلوننا لاسلامنا لا لثيابنا يجلوننا لانهم يرون الاسلام في كل سبحان الله جيء بالماء لعمر غسل الطين عن ساقيه ولبس حذاءه وقف الاساقفة والقساوسة كبيرهم يعد الرقع التي في ثوب عمر فتعجب الحاضرون بكى كبير الاساقفة قال قرأنا في كتبنا المقدسة ان الذي يتسلم مفاقيح بيت المقدس حاكم عادل يمشي وغلامه راكب في ثوبه سبع عشرة رقع فسجد الاساقفة من اين جاء هذا الاحترام من تبجير عمر بدينه فنحن اولى ان نبجد ديننا لان امساكنا في الدنيا بهذا القدر قد جعلنا اخر الامم واخر الناس والناس كل واحد مشغول منهم اما بضيق عيشه او بغلاء الاسعار او بفشل ولده في الدراسة او بنكد زوجته او باساءة جاره هذه همم دنيا اما الهمة العدية ان تنصر دين الله في نفسك ان يراك الناس مسلم وغير مسلم مسلم يتمثل الاسلام فيه قرآنا يمشي على الارض مصحفا يتحرك بمكيه ومدنيه الانسان المسلم انسان يبغي وجه الله ويبتغي وجه الله عز وجل احبتي في الله اسألوا انفسكم سؤالا واحدا اطرحوا دائما على نفسي وعليكم بالله عليكم لو جاءنا اليوم ملك الموت بعد الغفر او بعد العصر او بعد المغرب او بعد العشاء السؤال البسيط في خاطرك وفي ذهنك ان تقول له خذني الان الى ربي ام انني لست مستعدا انظرني الى الجمعة القادمة ربما ارجع الديون لاصحابها واستسبح الناس واستغفر الله وانزع عن المعاصي واتوب وامسك رساني واجعل همتي عليا واجعل همتي نصر الاسلام هؤلاء هم اصحاب الهمم بالله عليك السؤال مطروح ببساطة انت ماذا تقول لو جاءك ملك الموت في عصر اليوم هل تقول له انظرني الى عصر الجمعة القادمة ام انا قادم الى رب العباد سبحانه وتعالى ان ابن عبد العزيز رضي الله عنه حفيد عمر لما جلسوا بجواره وهو ينازع سكرات الموت يقولون له قل لا اله الا الله محمد رسول الله قال ومتى نسيت حتى تذكروني به ثم نظر الى السماء وعينه شاخصة جمالك في وجشي حبك في قلبي ذكرك في فمي فكيف تغيبه ثم استأذن منهم ومن زوجته ان يخرجوا من الغرفة قالت له فاطمة بنت عبد الملك يا امير المؤمنين لماذا تخرجني من الغرفة في هذه اللحظات قال اني ارى في الحجرة وجوها ليست بوجوه انس ولا وجوه جان يحبون الذكرى والطيبة الرائحة الطيبة سبحان الله خرجت فاطمة ولكنها ابت ان تترك هذه اللحظات التي يغادر فيها الانسان العظيم الحاكم العادل عمر ابن عبد العزيز الدنيا وضعت اذنها على باب الحجرة تسمع عمر يقول انظر الى يعني تشريفات تأتي لتحيط بالروح الكريمة يقول عمر مرحبا باب البشر ادم اهلا بخليل الرحمن ابراهيم مرحبا بكريم الله موسى اهلا روح الله عيسى مرحبا سيدي رسول الله ثم سكت لحظة وقال مرحبا بملك الموت زائر اتى على موعد وانا اشهد ان لا اله الى الله وانا محمد رسول الله وخرجت روح عمر الى بارئها اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالم اقول قولي هذا واستغل